بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نبدأ الآن شرح Chapter 8 Manipulator Power Supply والذي نعرض فيه إن شاء الله للأنواع المختلفة من Power Supplies اللي بنستعملها في الروبوت system نعرف الأول learning outcomes بتاعتنا فنقول عندنا recognize the different types of power robot supplies identify the main components of each type of power supplies understand the advantages and disadvantages of power supplies تعالى نشوف ما هي الأنواع المختلفة اللي بنستعملها في الpower supplies في الروبوت فالpower supply الأولين نحن نجد أنه هو pneumatic power فبيقول لي pneumatic power devices use air يبقى هي بتستعمل ال air for their power ده لو بنو على اللي اللي يستعمل في الpower اللي هو بيبقى compressed اوكي It consists of السيستم بيتكون من ايه أول حاجة الكمبروسور تاني حاجة A storage tank for holding the pressurized air آخر عنصر في السيستم اللي هنولد بيه ال air اللي هو ايه الموتور to run the compressor تعالى نشوف الرسم بتاع هذا الجزء اهو هادي السيستم اللي موجود قدامنا هادي الكمبروسور اهو وعندي هنا الموتور اللي بيشغل الكمبروسور وبعدين باقي هنا هو باقي ان عندي ايه التانك اللي بيتخزن فيه ال air اللي هو هيعمل بيه عملية ايه التشهيل نجد هنا ان البروسورايزد اير يبقى ده ال storage tank البروسورايزد اير بيطلع هنا هو يبركب بقى ايه الاكتو الجزء اللي انا ايه عايز اعمله عملية ايه التشهيل يديني بقى الحركة يديني الحركة ممكن تركب على سلندر يبقى ناخد حركة خطية ممكن تتركب على تعمل روتري لينير موشن او روتري موشن زي ما هنشوف ان شاء الله في السلايدي بيقولي في نيوماتيك power supply the power for a نيوماتيك manipulator generally take the form of some type of activating يبقى اذا هوم ممكن ياخد ايه الحركة يبقى البروسورايزد اير هطلعو على فين على السلندر السلندر دي هتديني ايه طبعا السلندر يعني فيها باستون بيتحركة بتديني linear motion طيب this slender produce linear motion which may be converted into rotational motion through the use of linkage يعني اذا انا اقدر ااخد ال linear motion الهي من السلندر وحولها الى rotational motion عن طريقة مجموعة من links والjoins طيب هل انا ممكن ااخد مباشرة الحركة rotational motion نعم ونشوف ان شاء الله ده في المقاطع يقول لي there are two types of cylinder عندنا نوعين من السلندر ده ان شاء الله بنعرض لي في المقاطع الجانب ترجمة نانسي قنقر